اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوتي المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من مكارم الأخلاق والتي نتناول فيها بعون الله تعالى خلقا ومكرمة أخرى من كريم الأخلاق التي جاء بها الشرع ورغب فيها حديثنا في حلقتنا هذه عن خلق جاءت الوصية به والحث عليه والترغيب عليه في ديننا واعتبر المحروم منه محروم من خير كثير خلق من شأنه أن يصلح ويعطي أفضل النتائج في حل المشاكل المشاكل عموما سواء كانت المشاكل الأسرية أو المشاكل على نطاق المجتمع ككل بخلاف ضده الذي من شأنه أن يفسد ويعطي نتائج سيئة هذا الخلق الكريم أحبتي في الله هو خلق الرفق اللهم اجعلنا من أهل الرفق الرفق أحبتي في الله ضد العنف ويطلق الرفق في اللغة على اللين والتسهيل كما يطلق أيضا على التأني في الأمور والتمهل فيها وعدم العجلة فيها فاللين من الرفق لين الجانب بالقول ولين الجانب بالفعل والأخذ بالأسهل التأني والتمهل في الأمور رفق أيضا فمن كان لين الجانب في قوله لين الجانب في فعله لا يتعامل بالعنف والشدة فإنه يوصف بالرفق ويقال عنه إنه رفيق ومن كان متمهلا ليس عجولا يقال عنه أيضا إنه رفيق ربنا سبحانه وتعالى رفيق من أسمائه الحسنى الرفيق ومن صفاته الرفق كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح إن الله رفيق رفيق على وزن فعيل يعني كثير الرفق فالله سبحانه وتعالى رفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر لم يكلفهم فوق طاقتهم ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف بمعنى أنه يعطي من الحسنات على استعمال الرفق ويثيب عليه أكثر مما يثيب على غيره من الأخلاق الفاضلة وأيضا يعطي طالب الحاجة باستعماله للرفق ما لا يعطي العنيف فيصل الرفيق إلى حاجته ومبتغاه بيسر وسهولة بخلاف صاحب العنف فإنه لا يصل إلى حاجته وهذا حق ويشهد له الواقع فالإنسان إذا أراد أن يقضي مصلحة من المصالح فصار يتعامل بالعنف الشدة فإنه يحرم الخير يحرم تلك المصلحة التي يريدها ولا ينال ذلك الخير الذي يريد أن يصل إليه وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناء واسعة الصدر حصر على خير كثير ونال مطلوبه بإذن الله تعالى من تلك المصلحة ويشهد لهذا حديث جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير الرواه مسلم والشاهد أن الله سبحانه وتعالى رفيق ويحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره من رفقه سبحانه وتعالى بعباده أنه يرسل أرسل أنبياءه ورسله بالرفق واللين وليس بالشدة والعنف لما أرسل الله تعالى رسوليه الكريمين موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام أرسلهما إلى الطاغية فرعون المتكبر الجبار أمرهما سبحانه وتعالى بالرفق فقال سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقول له قولا لينا يعني سهلا لطيفا برفق وليا بدون تعنيف ما الحكمة من الرفق مع هذا العنيد الجبار قال تعالى لعله يتذكر أو يخشى لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه أو يخشى ما يضرهم فيتركه فإن القول اللين داعي لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه من رفق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي ذكر في القرآن رفق خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه كما في الآيات التي في سورة مريم يا أبتي لا تعبدي الشيطان يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبتي غاية في الرفق غاية الرفق في المخاطبة ماذا كان رد أبيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا خطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه قال يا إبراهيم ولم يقل له يا بني في مقابلة قول إبراهيم له يا أبتي وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقول ليرجمنه قيل بالحجارة وقيل باللسان ومع هذا العنف في الخطاب قابله إبراهيم أيضا بالرفق في الجواب فقال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالرفق وخلقه الله تعالى بخلق الرفق كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله الكريم وممتنا عليه وعلى المؤمنين على الصحابة فيما ألان به قلبه على أمته بحيث جعله رفيقا بهم قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والمعنى فبما رحمة من عندنا يا محمد رحمنا أصحابك بها لنت لهم فكنت رفيقا بهم تعاملهم بالرفق واللطف ولو كنت فضا يعني قاسيا جافيا جافا قاسي القلب غليظهم لو كنت كذلك لن فضوا من حولك أي تفرقوا عنك وحرموا بذلك سعادة الدارين قال الله فاعفوا عنهم واستغفر لهم يعني فاعفوا عن مسيئهم واستغفر لمذنبهم وشاورهم في الأمر أي وشاور ذي الرأي منهم فإذا عزمت فتوكل على الله يعني إذا بدى لك رأي راجح راجح المصلحة بعد المشاورة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين وهذا إخوة الكرام يستفاد منه أن الرفق سبب للألفة والاجتماع وعدم التفرق من الآيات التي جاء فيها الأمر بالرفق قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وفي سورة الحجر واخفض جناحك للمؤمنين أي ارفق بالمؤمنين وألن جانبك لهم المؤمنين طيب وغير المؤمنين الكفار الكفار عملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق أيضا وعملهم بالشدة على حسب الحال عملهم بالرفق في باب الدعوة وعملهم بالشدة في باب الجهاد كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم فرفقه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصورا على أصحابه فحسب بل حتى مع أعدائه من الكفار رفق بهم لأجل ترغيبهم في الدين ودعوتهم إليه وسيرته صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة مليئة بأروع القصص والنماذج في استعمال الرفق مع القريب والبعيد مع العدو والصديق وقد مر معنا في حلقات سابقة قصته صلى الله عليه وسلم مع اليهود والقصة لما دخلوا عليه القصة في الصحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم يا محمد السام لم يقولوا السلام قالوا السام والسام هو الموت قالوا السام عليك يا محمد فقالت عائشة عليكم ولعنة الله وغضب الله عليكم فقال عليه الصلاة والسلام إمام الرفق قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجابوا لي فيهم ولا يستجابوا لهم فيي فانظر إلى هذا إذا تعاملها عليه الصلاة والسلام في هذه القصة مع اليهود فهم يهود أعداء كفر لم يتأدبوا معه وهم الذين جاءوا إليه ولم يذهب إليهم هو ومع ذلك دعوا عليه بالموت فقالوا السام فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يتفطن لما قالوا فلما قالوا السام لم يزد على أن قال وعليكم لم يعنفهم ولم يطردهم ولم يدع عليهم إلا بمثل ما قالوا وهذا من العدل ولما أمنا عائشة رضي الله عنها حملها الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حملها الغضب على تعنيفهم نهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحتى لما نهاها هي نهاها برفق أيضا لم يعنفها لكونها لم تتعامل بالرفق بل قال مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة كما نقول في لاجتنا الدارة الدارة واسع بالك بشوي عليك ثم أمرها بالرفق ونهاها عن العنف وهذا موجه للأمة كلها وليس لعائشة فحسب رضي الله عنها ورضاه فقال عليك بالرفق وإياك والعنف عليك بالرفق معناها إلزمي الرفق في التعامل مع الناس إلزمي اللين وإياك والعنف يعني احذري العنف وابتعدي عنه فلا تتعاملي مع الناس بالعنف والشدة في رواية في حديث عائشة في هذا الحديث قال لها عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله في أمر الدين وفي أمر الدنيا فمهما أمكن استعمال الرفق في جميع الأمور هذا هو الأصل استعمل الرفق في جميع الأمور حتى في المواقف التي ربما يكون فيها العنف والتغليظ أفضل في الظاهر فإنك لو استعملت فيها الرفق لم تكن مخطئا فالأصل هو الرفق وإن كان قد يكون هناك بعض المواقف بلا شك التي تحتاج إلى نوع من الغلظة والشدة مع أصحابها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في بعض المواقف لكن هذا بحسب الحال كما قال سبحانه وتعالى واغلظ عليهم لكن ليس هذا هو الأصل في المعاملة بل الأصل في المعاملة هو الرفق جاء في حديث بالدرداء رضي الله عنه مرفوعا من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير والحديث خرجه الترمذي والصححة وابن خزيمة فلو وفق الله سبحانه وتعالى وفقك الله لشيء من الرفق فهذا يعني أن الله تعالى قسم لك شيء من الخير ومن زاد في الرفق فقد استزاد من الخير ومن لم يكن رفيقا فهذا يعني أنه حرم نصيب من الخير بقدر ما فقد مناء الرفق مما جاء في الترغيب في الرفق أيضا في السنة حديث آخر في قصة أخرى عن عائشة أيضا رضي الله عنها في صحيح مسلم وسنة أبي داود أنها سئلت رضي الله عنها عن البداوة البداوة يعني الخروج للبادية الواحد يمشي للبر للنزهة سئلت عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه اتلاع مناطق فيها ماء مرتفع قليلا قالت وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة فقال لي يا عائشة أرفقي أرفقي يعني لا تصعب على هذه الناقة ساعدها أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه في مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق فمن علامة إرادة الله بالأسرة خيرا أن يوفقهم للتعامل بالرفق من البيوت ما لا تسمع فيه إلا الصياح والسب والشتم والعنف يقومون بالعنف وينمون على العنف ويقعدون بالعنف تجد العنف هو الغالب عليهم في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع الناس ومع الخلق وهذا أمار أيضا على أن الله تعالى لم يرد بهم خيرا بناء على هذا الحديث لو أراد الله بهم الخير لو وفقهم إلى الرفق كما في هذا الحديث إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق من النماذج الرائعة التي ضربها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل بالرفق والتخلق به حديث الأعرابي الذي بلى في المسجد ومر معنا حديث في موطة الإمام مالك ورواه الشيخان في صحيحهما من حديث بهريرا رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ذلك الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن سبحان الله غاية في الرفق والله أعرابي جاهل وبال في بيته من بيوت الله من مسجد وأي مسجد؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المساجد بعد المسجد الحرم وبحضرة من؟ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومع ذلك لما أراد الصحابة أن يمنعوه في رواية قال فأسرع الناس إليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لماذا؟ لأن الرجل بدأ في التبول عزكم الله فلو زجروه على تلك الحال لتحرك من مكانه ولوث أكثر من تلك البقعة التي بال فيها من المسجد فلهذا قال لهم دعوه ثم أمرهم بصب الماء على بوله وقال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين من النماذج أيضا في الرفق في سيرة النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قصة الشاب الذي جاءه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء من حديث أبي أمام رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا فصاح الناس به فقال مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره يعني خلوه خلوه أدنه يعني تعالى اقترب مني فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة حوله ينظرون قال أتحبه لأمك قال لا قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك قال لا يا رسول الله قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك قال لا يا رسول الله قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم أتحبه لعمتك قال لا يا رسول الله قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماته غاية في الرفق قمة في الرفق تصور رسل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهر بطلب الإذن في ارتكاب فواحش من الفواحش ومع ذلك رفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه من صور رفق النبي عليه الصلاة والسلام ونخطب بهذه القصة رفقه عليه الصلاة والسلام بالصحابي الذي تكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الكلام فيها ممنوع جاء في حديث معاوية بن الحكم السلامي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله تكلم في الصلاة يظن أن هذا جائز قال فرماني القوم بأبصارهم يعني بدوا يشوفوا ليبسكتوه قال فقلت تكلم مرة ثانية قال واثك لأم أميا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم سكت فيه قال فلما رأيت أنهم يصمتونني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية قال فبي أبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهذا الصحابي أيضا قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية ما كان في المدينة قال فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة يعني ضربها الذئب أخذ شات فغضي فضرب الجارية قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم علي ذلك نهاه عن هذا العنف لأنه لم يرفق بالجارية ضربها قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها هات الجارية التي ضربتها قال فأتيت بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعتقها فإنها مؤمنة والحديث في صحيح مسلم أسأل الله تعالى أن يرزقنا الرفق ويحسن أخلاقنا وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع خلق آخر نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر